طب مين أقرب اللعيبة اللي كانت قريبا منك في نادي مصف المقصة؟ هو كلهم والله كلهم قريبين جدا مني إذا كان يشام ولا بركات ولا ميد ولا الشيخ كلهم قريبين مني جدا يعني طب في المقصة بقى في الفريق نفسه؟ هو كابتن هاني سايد طب وأحمد عادل؟ طبعا دولة يعني حبيبي طيب الزكي يا أحمد الزكي عمر عامل ايه؟ الله ركي حدا نشي كده على محمود وحيد حبيبي يعني حبيبي يا كابتن أحمد طب على أحمد عادل واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين واحد من أفضل الحراس المرمى الموجودين في الدوري المصري هذا الموسم تقول إيه بقى كده المحمود عادل وهو لسه منتقل لنادي الأهلي انت واحد من الحرس القديم واحد من ناشي النادي الأهلي لكن إيه النصيحة اللي تنصحوا بيها في أول أسبوع لانضمامه في النادي الأهلي؟ والله يا أمر يعني انت معك شخصية جد شخصية بشترمة جدا محمود وحيد وانت عارف دايما النادي الأهلي لما بيجي بتعايد ما حتى بيبص دايما على الشخصية طبعا مزبوط ففعلا محمود يعني يستحق ان هو يكون موجود في كهان النادي الأهلي وهو أصلا راجل أهلاوي من زمان حتى لما حتى لم تبقى معسكرات وكده وهو أهلاوي قوي يعني فأنا أتمنى له التوفيق بجد إن شاء الله الفترة الجاية وهو العاب كبير وإن شاء الله هتأقلم على طول يعني وهو دخل هو أكيد عارف أنه هو دخل عام نفسا لدي الأهلي في أي حد هتلاقي في مركزه في اثنين ثلاثة طبعا بجنجوم وهو جاي نجم إن شاء الله بإذن الله يتأقلم كده مع الفريق ولما الأهلي يحتاجه يكون قدل بسئولية بإذن الله إن شاء الله شايف عدل إن منتخب مصر هل ممكن محمود وحيد إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون هو الباكليفت اللي يحلي مشاكل منتخب مصر في الناحية الشمال آه أكيد طبعا يا عمر لأن انت شايف يعني مصر مواهب قلت قوي تمام مزبوط عمتا في مصر فمحمود من مواهب الأوليلة اللي موجودة بجد اللي تعجبك وتحب تتفرج عليها فأنا بشوف إن محمود لو لقيت بشكل أساسي في الأهلي إن شاء الله أكيد يبقى لي دور كبير مع المنتخب بإذن الله يعني أكيد محمود بيتكلم عليك بشكل كويس جدا حتى قبل الهوى وقال أحمد عدل أكيد من اللعيبة القريبة منه كمان من اللعيبة اللي نصحته إن هو لابد أن يختار النادي الأهلي بغض النظر عن إيه العروض اللي بتقدمانه لكن يعني أنت خير دليل على أبناء النادي الأهلي المحترمين الأصال جمهورنا النادي الأهلي كله بيقدركم بيحبك يا أحمد فكل التوفيق ليك للفترة اللي جاية إن شاء الله حبيبي عمر وبجد أنت من الأعلمين للتشطار قوي لب أنا خليك ما شاء الله لما تتفرج كلهم تتفرج عليك بيتطور بسرعة يا شهادة أعتز بيها طبعا لا طبعا بجد والله يعني الواحد بيستمتعه تتفرج عليك بس تنى حلقتك عشان هو تتفرج عليك بجد فأتمنى لك التوفيق الفترة الجاية واتقال الوحيد التوفيق بس أهم حاجة بها ما ينساش بقى أصحابه بقى اللي في المقاس كلب ما قدرش يا دول كلب طيب عادي عادي أسألك قبل مقفل معاك على منتخب مصر وفرص وجودك في منتخب مصر بعد ما تقلقت في الفترة الأخيرة شايفها إزاي؟ والله يا عمر أنا يعني أنا يعني قررت أمشي من الأهلي عشان ألعب بشكل أساسي طبعا كلية دور منتخب مصر فالفترة اللي فاتت كل مرحلة بيبقى لها منتخبت فالفترة اللي فاتت ما كانش دور إن أنا كن موجود بس أنا شايف بأداء اللي أنا بقاديه مش من السنة دي بس من السنة اللي فاتت من الأول لما امتقلت لمصر المقاسة وعمل أكتر من تسعة كلينشيت من اتناشر فأنا رقم كبير جدا ودخل في أربعة أجوان السنة اللي فاتت من السنة المقاسة والسنة دي الحمد لله بأدي بشكل يعني كل الناس الحمد لله أفنت على أدائي فأنا أتمنى إن يكون لها دور الفترة الجاية في منتخب مصر وده اللي أنا بطمع فيه إن شاء الله ولسه عندي مقاشات جاية لسه لحظة شهر ثلاثة فإن شاء الله أثبت إن أنا جدير إن شاء الله كن موجود بإذن الله أنت يا أحمد جدير بالنمام إلى المنتخب أدائك هو اللي بتكلم عنك وأنت كمان الحارس الأمين يعني دايماً في كل مباراة بتؤدي أفضل حاجة عندك وده اللي إحنا بنشوفه وبنتابعه ودايماً هتكون موفق ودايماً كلنا وراك وفي ظهرك وبندعمك وإن شاء الله يكون ليك نصيب في رجوع أو تبقى موجود في الفترة اللي جاية في المنتخب أنت ومحمود وحيد معاك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عمر وشهادة أعتذر بيها والله من قبل ما يكون بقى يعني زميل في الأخ يعني أخ طبعاً 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 إن شاء الله أنت من الناس اللي أنا بعتذر بيها يعني رب أنا يخليك يا أحمد ودايماً نشوفك على خير وشرفينا وطني إن شاء الله كل توفيليك في الفترة اللي جاية يا بحمد حبيب عمر وحيد